السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبق قناة التعليمي في هذا الفيديو ان شاء الله سنحاول ان نتعرف على نموذجين لرسالة تحفيز الترشح لمباراة وطور الدعم الاداري والتربوي والمادي اذا كباقي الرسائل فيجب احترام بعض العناصر كمجموعة من المعلومات حول المرسل والمدينة والتاريخ ثم نقوم بتحديد المرسل اليه الى السيد المدير الاكاديمية الجهوية لمهانة التربية والتكويل لجهات كذا يعني جهات الترشح الموضوع رسالة تحفيزية للترشح لمباراة وطور الدعم الاداري او التربوي او المادي السلام تم بوجود مولانا الامام وبعد يشارفوني السيد المدير ان نتقدم بترشحي هذا لمباراة وطور الدعم الاداري او الاجتماعي يعني كان حدد المباراة ثم كنحاولو نبينو جميع التجارب والمهارات اللي عندنا اللي كتخول لنا الترشح لهذا المباراة ان الترشحي هذا نابع من قناعتي ورغبتي في المساهمة في تطوير المنظومة التربوية من خلال تدبير اداري او الاجتماعي والتربوي في افق تحديث الادارة التربوية وفق ما يعرف ما يعرف الميدان من المستجدات ولعل رغبتي هذه نابعة من مراكمتي للتجربة في التربية والتكوين فقط يعني هنا اذا كانت عندي تجارب في التربية والتكوين سواء في الخصوصي او في بعض الجمعيات الى غير ذلك اضافة لخبرة في تدبير مكتب كنحدد شي خبرة كنت عندي في شي جمعية ولا في شي مقاوالة صغيرة الى غير ذلك حيث سابق للعمل في مجال اعداد المشاريع وتسيير الفرق للعمل على مخططات محلية لتحسين اداء المرفق العام كما انه سابق لي ان قمت بتكوينات في مجال التخطيط الاداري والافتحاص وبناء القدرات من طرف المركز الفلاني او الجمعية اللي اشتغلت معها اضافة لعلاقة مع المجتمع المدني الذي اشتغل فيه بفعالية وسبق لي ان حصلت فيه على عدة شواهد كما ان تكويني الاكاديمي يعني الاجازة الحصل عليها في كده ولغة تواصل المزدوجة عربية فرنسية وانجليزية من شأنهما العمل على ربط نسيج تواصلي ايجابي لبلورة تصور جديد للإدارة التربوية ثم السلام والإمضاء النموذج التاني اذا كما تلاحظون الموضوع رسالة حفيزية بخصوص مثلا الترشح المباركة كذا سلام تام بوجود مولانا الامام دام له العز والتمكين وبعد ان ترشح هذا نابع من اهتمامي بالمجال التربوي وكذا حبي وتقديري لمهنة كذا النبي لا ووضعها الاعتباري داخل المجتمع وحيطوا علم سيادتكم انني شاب مفعم بالحيوية والجدية واحترم والانضباط لقد راكمت رسيدا معرفيا هاما خلال مشوار المهني في السلك يعني مشوار المهني سواء في التخصص او مشوار داخل مثلا العمل الجمعوي يعني كنحدد المشوار او المهارات والتجارب السابقة هذا الى جانب المهارات والتقنيات البحثية التي تمكنت منها نظريا وعمليا في الجامعة مكنني من الاقتناع باهمية التكوين ومدى إسهامه في ترسيخ معارفه وتلبية حاجياتي التربوية والمعرفية وسأهيلي لممارسة مهنة كنحدد مهنة اللي غن ترشح لها كل هذا سيؤهلني الى اقتساب المهارات التي يمكنني ان اتمكن منها من خلال التكوينين النظري والتطبيق داخل المركز ومن هذا المنطلق ازدادت رغبتي في اجتياز هذه المباراة لما التمسه في شخصي من مؤهلات وقدرات على ولوج هذا المركز ومن في اتظار قبول ترشيحي تفضل سيد المدير بقبول اسم عبارات تقدير والاحترام والسلام ثم الامضاء اذا هذا الجوجة النمالج يعني يمكن ندمج بناتهم لكي نحصل على رسالة تحفيزية نموذجية نحدد فيها المهارات والتجارب والسابقة التي كانت عندي والتي تأهني انا لنترشح هذه المباراة ونتفوق ان شاء الله وبالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر